السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخيرا انتهى تراجع الزهرة في برج الأسد في يوم الاثنين أربعة أيلول سبتمبر رح ينتهي تراجع الزهرة يعني أربعين يوم هذولا ضغطونا بشكل كبير يعني من يوم أربعة تسعة وإحنا تقريبا مضغوطين بسبب هذا التراجع لأنه أثر على كثير من الأشخاص بعض الأشخاص كان عندهم عمليات جراء تجميلية أجلوها بعض الأشخاص عندهم أشياء تجميلية ولكن ما كانت كما يجب لأنني حضرت من هذا الموضوع ولكن في أشخاص يقول لك إحنا حجزنا خلص يلا نتوكل على الله وبعدين صارت النتائج مش مثل ما بدهم ناس كثير صار عندهم التهابات ناس عندهم يعني صار فيه ألوان غير المتوقعة والنتائج عند كثير من الأشخاص ما كانت بالشكل المرجو طبعا وهذا الشيء احنا حذرنا منهم من قبل تراجع الزهرة ولكن هذا التراجع رح ينتهي يوم الاثنين أربعة ألول رح ينتهي الساعة وحدة وعشرين دقيقة فجرا طبعا ما معناه أنه والله بهذا اليوم أربعة تسعة هيك الأجواء صارت سحرية ورجعنا إحنا للطاقة الإيجابية لا هو التراجع هات بظل خمس أيام إلو تأثيرات ولكن مش مثل التراجع فعشان هيك برضو ما بنصح بخلال الخمس أيام القادمة أي عملية تجميلية أو أي مغامرات مالية لأنه برضو عطارد ما زال في عملية التراجع لإلوه طيب الآن بس ينتهي عملية التراجع هاي خلاص هو يرجع للحركة الأمامية رح يضل بحركة أمامية لتمام الساعة وحدة وعشر دقائق من فجر يوم تسعة عشرة لا ينتقل بعديها الزهرة لبرج العذراء طبعا هاي الفترة زي ما حكينا فترة رح تكون أفضل بكثير من اللي راحت ولكن زي ما حكينا بدكوا تصبروا لكم خمس أيام يعني ليوم 14 عشرة بيكون أفضل يعني أو ثلاث أيام ولكن أنا خمس أيام عشان كنا طلعنا من كل التأثيرات السلبية كوكب الزهرة زي ما دائما بذكر أنا كوكب الزهرة هو كوكب العاطفة والحب والانسجام والمال والجاذبية والتفاهم والميل الفني ولكن سلبياته لما بصير منتحس أو بشكل زوايا سلبية أهم عنصرين في يعطينا إياهم الغيرة والشك والعنادة هذولا يعني دول عنار ممكن في أي شخص بالنسبة لإيش التأثيرات على الأمراج طبعا الزهرة بمعنى ورح يكون موجودة في برج الأسد فأول الأشخاص اللي رح يكونوا محظوظين بالدرجة الأولى هم موليد برج الأسد من أربعة تسعة لغاية يوم تسعة عشرة يستفيد مع موليد برج الأسد اللي هم الأبراج النارية والأبراج الهوائية يعني الحمل والقوس والجوزة والميزان والدلو وكل شخص لما انولد كان الزهرة موجود عنده في برج الأسد يعني بعطيه طاقة كوكب الزهرة لأنه يعني تقريبا رح يكون قوي جدا في المرحلة هاي وخصوصا بعد انتهاء حركة التراجع فلما بيكون في برجك أو طالعك الزهرة موجود في الأسد يعني هنا رح تكون في إيجابية قوية للجميع بالنسبة لكوكب الزهرة هو كوكب الوصلة بالفن والجمال والمال وبيعطي فرصة أيضا في مجالات لها علاقة بالترفيه وتغيير الجو الحيوية والطاقة وخصوصا انه رح يكون موجود بالأسد طبعا رح تلعب الهرمونات دور مهم جدا بهاي الفترة الهرمونات طبعا اللي هي الكورتزول والتستستيرون والأستروجين والأندروجين والشغلات اللي زي هيك هاي كلها رح تتحرك بطاقة عالية جدا وهاي الهرمونات منها هرمونات رح تنشط عضلة القلب وانقباض الأوعي الدموية بالجلد وانبساطها في أجزاء أخرى من الجسم عشان هيك بيقوم الجسم بالاحتفاظ أو بيحافظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية وبرضو بيمنح الإنسان شكل جذاب وحيوي وبيزيد من رغبتنا وإقبالنا على الحياة بشكل أكبر طبعا ممكن هذا الشيء ما نشعر فيه بطاقة الكاملة لأنه عطارد ما زال بيتراجع اللي بيولدوا والزهرة بتكون موجودة عندهم بالأسد هذولا أشخاص بطبيعتهم رومانسيين جدا من أول لحظة بنولدوا فيها وممكن هذولا الأشخاص يقعوا في شباك الغرام من طرف آخر وعلى طول بس تتطلع في وجهه هيك مجرد ما إنه حب بتعرف إنه هذا الإنسان عاشق لأنه ما بعرف يخبه طيب عشان نتأكد أول إشي من بعض الأمور لازم نعرف إيش الزوايا اللي راح تشكلها الزهرة لما ترجع للحركة الإيجابية في برج الأسد في زوايا راح تتشكل طبعا هم زاويتين وللأسف الشديد الزاويتين هذول إحنا ذكرناهم سابقا أول ما دخل الزهرة لأول مرة في برج الأسد قبل التراجع قلنا إنه في زوايا راح تتشكل بعد ما ينتهي التراجع يرجع للحركة الأمامية ولكن للأسف الزوايا هذولة زاويتين سلبيات وهو مع الكوكبين الموجدات في برج الثور أول زاوية راح تكون زاوية يوم الأحد 17-9 هاي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا الأشخاص هذولا بيفشلوا في ذلك بتخلق لدينا رغبات غريبة وبتسبب لنا نوع من أنواع الاضطراب في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا وبتدفعنا للمبالغة في النفقات لا تحقيق رغباتنا وبرضو بتزيد من شهيتنا والإفراط في الأكل وهذا الشيء ممكن يسبب لنا اضطرابات صحية بيدل برضو على مشاكل مالية بتتعرض لها بعض المؤسسات المالية والبنكية في البلاد بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير كمان الميزان التجاري في بعض الدول هيك بيعرف نوع من أنواع العجز في التجارة الخارجية وهذا بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات على المستوى الفني برضو بيتم تضييع الكثير من الأموال في الدعاية للمنتوجات ومع ذلك ما بتلاقي الاستحسان المطلوب لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بتكون يوم الجمعة 29 سبعة أي زاوية برضو زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع تخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات وبرضو ممكن تخلق علاقات عاطفية ممكن تكون لها عواقب وخيمة بدل على هاي الفترة إنها فترة غير مناسبة لطرح الانتجات الفنية للأسواق لأنها بتلاقي فشل أو عقبات غير متوقعة وربما تتعرض للحضر ويستحسن تجنب إقامة الحفلات والسهارات في هاي الفترة لاحتمال فشلها أو وقوع حوادث غير متوقعة في هاي الفترة يكره تنقل الفنانين وخصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث وبتفسد أخلاق الناس بسبب الانحلال الخلقي والتحرر بمعنى السلبي وكذلك من الأفضل تجنب الاستثمارات في هاي الفترة لأن البنوك والمؤسسات المالية ممكن تعرف تراجع مفاجئ بالمداخل طيب إيش أهم التأثيرات لوجود الزهرة في حركة أمامية في برج الأزد بالفترة القادمة برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هاي الفترة بتحملك كثير من الفرص والحضوذ العاطفية طاقة ممتازة في البيت الخامس هذا يعني للترفيه للتجميل للعاطفي للحالة الحيوية للأبناء هاي يعني طاقة ممتازة جدا وحاول بالفترة هاي تقدم على المصالحة مع الشريك العاطفي وتتقبله كما هو وحاول أنك مات يعني ما تفرض رأيك عليه يعني خصوصا في فترة الزوايا السلبية الحادة وبعد عن المشاحنات والمشاكل عشان ما يصير نوع من أنواع الفصال أنت راح تكون بخلال هاي الفترة شخص حساس جدا وعاطفي لدرجة التملك أحيانا حاول أنك تستفيد من هاي الفترة اللي هي اللي بنقدر نقول نارية بامتياز اللي ممكن تساعد على حل الكثير من التوترات العاطفية الطارئة هاي فترة جيدة ومناسبة للمكاسب المالية ولكن زي ما حكينا بدون فرض الرأي والغيرة والشك والعنادة برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا هنا هاي الفترة لان هذا البيت الرابع لا إلاك يعني يا إما شخص مسافر من موليد برج الثور برجع لبلد الأم يا إما هاي الفترة بتصير الأنسب للدخول في معاملات لها علاقة بالعقارات بيع شراء تغيير سكان استجار بيت جديد أو ديكور جديد أو تغيير مكان الإقامة أو تعديل جوهري ديكور مثلا على البيت هاي فترة جيدة لتوطيد العلاقات خصوصا مع الأسرة وحل المشاكل اللي عانيت منها الفترة الماضية ممكن يسود نوع من أنواع المحبة في علاقاتك داخل البيت أو تحاول التقرب من أبنائك بشكل ممتاز وممكن يكون فيه فرحة برضو أو ممكن تتشجع أو تشجع أبنائك على ممارسة هواية بيحبوها عاطفيا بتجد شريك العاطفي بيحاول أنه يتقرب منك بهاي الفترة بطريقة مختلفة وممكن تكون لك يعني هيك بعض الأشياء المقبولة عندك حاول أنك تفهم شخصيته بشكل جيد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هون الزهرة رح يكون في البيت الثالث وفي الأسد تحديدا فعشان هيك هذا بيعطيه نوع من أنواع الطاقة العالية جدا في علاقاتك وموتك ومحبتك خصوصا مع الإخوة مع الأخوات بتنقلاتك باتصالاتك بعلاقاتك حتى بالأمور التجارية وبإمكانك حل أي مشكلة عالقة بالتفاهم والحوار أنت عندك قدرة عالية جدا على الإقناع وبتحظى في هذه الفرصة بقدرة سحرية على التواصل مع الآخرين وخصوصا الجنس الآخر الكثير من التنقلات المفرحة والعلاقات اليومية اللي بتجلب لك السعادة والراحة بتستفيد أو بيستفيدوا طلاب المرحلة اللي ما قبل الجامعة المرحلة الابتدائية والثانوية أنهم يحققوا في هذه الفترة يعني رغبات للتعليم أو طاقة أو تحديد أهداف وبرضو داخل البيت في نوع من أنواع جو الألفة وبينجزوا كثير من الدروسهم بالفترة هاي وبيستفيدوا أيضا التجار في المعاملات اليومية التبادلات السريعة التبادلات التجارية والتسويق ما تسويقوا الأمور اللي زي هيكوا بيحققوا فوائد كبيرة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا القمر الزهرة عفوا رح يكون موجود في بيت المال يعني تركيزك رح يكون على الوضع المالي أكتر شي فممكن تحقق لك هاي الفترة إذا ركزت بشكل جيد كثير من الأرباح والأموال اللي عادة بتيجي عن طريق المجهود الشخصي يعني عمل إضافي مستردات هباة دعم وممكن بعضكم يحصل على هدايا ولكن ما في داعي للمغامرات المالية بعقود أو مجازفات مالية ممكن تسترد في هاي الفترة أموال مستحقة أو ديون قديمة عالقة فترة جيدة للتعامل مع البنوك والمصارف ولكن لا تلزم حالك بديون أنت ما عندك القدرة على السداد فيها اللي ممكن بعض الأشخاص يسعوا لمساعدتك وخصوصا بيكونوا من الجنس الآخر انتبه بشكل قليل من الانفعال والتسرع أو أنه تتقدم لمشروع إلا بعد دراسته وتدقيق فيه ممكن تجد نفسك مسؤول بشكل كبير عن الأشخاص اللي بتحبهم ماليا أو يتقدم لك زي ما حكينا بعض الهدايا أو الحضوض اللي ممكن تجيك في بعض الأوقات بتدخل السرور على قلبك ولكن زي ما حكينا بدون مغامرات مالية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد يعني الزهرة الآن أرجع للحركة الأمامية صحيح أنه بدو يشكل زاويتين سلبيات تربيع إلا أنه بعطيك هيك طاقة عاطفية وحب عالي جدا تمتلئ بالنشاط العاطفي بالفترة هاي حيويتك وطاقتك عالي جدا رح تقبل على الحياة والعلاقات بشكل كبير رح تكون أو تجد نفسك صرت مقبول جدا عند الجنس الآخر بدون غرور طبعا وجاذبية كبيرة الكثير بيحاولوا أنهم يتقرضوا منك ويتوددوا لا إلك طبعا مش أنا أكيد معرفش إذا في حدا من برج الأسد بوافقني بالرأيها لأنني حاس حالو أنه سعيد بكذب قاعد عادي كتبولي لأنه مش مقتنع أنا في هذا الكلام ناس تقرب وتتودد لا مصلحة أكيد يعني فعشان هيك هاي يعني فترة أفضل من ناحية المظهر تصير تهتم في نفسك أكثر ممكن تقوم ببعض التغييرات الحقيقية بمظهرك أو شكلك الخارجي تزيد من تألقك ممكن أسجل في جم عادي يعني أفكر في هذا الموضوع أنا أساسا هاي الفترة مناسبة للأمور اللي إلها علاقة بالفن والشهرة والظهور والأضواء والأشخاص اللي بيعملوا في هاي المجالات برضو بيستفيدوا بشكل كبير وبرضو بتعطي نوع من أنواع الفرص المالية لأ أنت كذب سعيد مع ليش مع احترامي لأ لك يعني بس يجيني بقول لك بكتب لك في التعليقات أنه أجاني فرص مالية أو دعم برضو أيش كمان يعني بس بكفي يعني طاقة حلوة جدا حاولوا تستغلوها برج العدراء بالنسبة لما أوليد برج العدراء طبعا لا تفوتوا فرصتكم هذا الشهر لأنه بما أنه ما زال عطارد صحيح بيتراجع ولكن رح ينتهي تراجع عطارد وأيضا الزهرة رح تصير بحركة أمامية وعطارد بحركة أمامية فهاي فترة بتصير ملائمة للتعامل مع شركة أو مؤسسة كبيرة هي رح تبدأ يعني هاي الطاقة بشكل كبير مجرد ما انتهت الزهرة وبرضو ممكن يسعى أحد المقربين أو الغرباء من الجنس الآخر لتقرب منك ممكن لا يتم معك عقد أو صفقة مربحة أو بيكون في ثير خير جاي على الطريق أهمش أنك ما تتردد في هذه المرحلة في برضو على مستوى علاقاتك العاطفية ممكن تقوم فيها سرا يعني هيك يتبلش يترتب العلاقة العاطفية حتى لو كانت بالسر ممكن تظهرها العلن أو أنك بتحافظ على علاقة سرية مع الحبيب وممكن تزداد رغبتكم في هاي الأيام بشكل أكبر للتقرب من الأصدقاء والمعارف من ناحية اجتماعية وممكن بعض الأطراف يحاولوا أنهم يستغلوك مالياً أو جسدياً أو جنسياً وقدك تكون حذر من هاي النقاط برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً هنا دخول الزهرة لبيت الأصدقاء يعني فترة رح تكون مميزة جداً على المستوى الاجتماعي وهاي الفترة بتمنحك فرص كبيرة للقيام بنشاطات اجتماعية مهمة ولقاءات مثيرة مع الأصدقاء والمقربين وممكن تتعرف لأشخاص بيكون لهم دور كبير في حياتك في هاي الفترة هاي الفترة تعتبر من أكثر فترات هذا العام نشاطاً على المستوى الصدقات والعلاقات الاجتماعية وممكن أكثر هاي الصدقات تكون من أشخاص من الجنس الآخر وبرضو ممكن تفكر في إنشاء معهد أو مركز تنموي أو اجتماعي أو يعني أشياء لها علاقة في هذا المجال وهذا المجال تحديداً رح يلقى نجاح مهم إذا أعلنت عنه بعد خمس أيام يعني وما بعد وأيضاً لما بنتهي تراجع عطارد رح يكون في نجاح مهم لهذا الموضوع ورح يلقى الكثير من الأنصار والمشتركين برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً الزهرة لما تكون في الأسد هنا تعطي نوع من أنواع الشهرة أو المنصب أو علاقاتك تطوير علاقاتك مع المسؤولين خصوصاً في مجال العمل بعض الأفكار الخاصة بهذا المجال بتجد قبول عند المسؤولين عنك في العمل وهذا الشيء ممكن تحصل بدل منه مكافأة مالية مجزية أو ترفيع ترقية خلال هذه الفترة وممكن تتفاجأ بأنه في شخص من مكان عملك بيسعى لتقرب منك وقامت علاقة معك بعيدة عن أجواء العمل لا تحاول أنك تأخذ الأمور بشكل معقد حاول أنك تعطي فرصة للتعبير عن رأيك بعيد عن الانتقاد اللاذع والسخرية من المشاعر لأنه عسى أنها تتطور هاي لنوع من أنواع الارتباط فتعطوا فرصة في هذا المجال ولكن بتكونوا حذيرين من المغامرة في هذا المجال برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هاي الفترة تعتبر من الفترات المميزة للعلاقات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالهجرة أو يعني للسفر خارج البلاد من أجل الدراسة الأكاديمية العليا هاي طبعا إذا كنت من الأشخاص اللي بيقدموا على مشروع علمي أو بتسعى لإعلام بحث جديد لدراسات ماجستير دكتوراء أشياء من هذا القبيل فهي فترة ممتازة أو التقدم لمسابقة عالمية هاي الفترة الأنسب لذلك لا تتأخر عن هذا الإعلام في هاي الفترة لأنه لأجواء جيدة جدا وبتدعمك ويمكن القيام برحلة بعيدة وبتتمتع بالطبيعة الخلابة لا تغيير الجو وبرضو هاي الفترة تعتبر للأفضل للتعاقد مع شركات أجنبية خارج البلاد للتبادل التجاري واستراد وتصدير وأشياء من هذا القبيل أو التعامل مع أشخاص غير معروفين بالنسبة لأي لكل التجارة يعني أنك تعمل هيك نوع من أنواع صفقات أو عمليات تجارية مهمة ممكن تتلقى مساعدات مهمة في بعض الأمور القضائية أو في أمور المحاكم وبتعود الأمور العاطفية لمجاريها الطبيعية لأنه برضو على المستوى العاطفي في طاقة ممتازة رغم توتر اللي كان بالفترة الماضية في نوع برضو تشعر بقوة الصداقة في هاي الفترة مع بعض الأشخاص برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد طبعا مع الضغط اللي كان في الفترة الماضية اللي أنت عانيت منه بشكل كبير إلا أنه هاي الفترة ماليا شوي بتبلش تنفرج أساريرك في بعض الحلول تبدأ تظهر على الساحة مع دخول الزهرة أو رجوع الزهرة للحركة الأمامية فهي فترة مهمة للحصول على مكاسب مالية حقيقية تيجي عن طريق شراكة يعني زوج زوجي شريك مال شغلات زي هيك أو قرض أو تعويضات مالية مستحقة وهي فترة جيدة للدخول في معاملات عقارية وسكنية أو بيع أو شراء وبرضو في أشخاص بيحاولوا إصلاح علاقة سابقة معك وغالبا هاي العلاقة أو هاي أدول الأصدقاء بيكونوا صادقين في ذلك أنت يعني شوي صادق شوي في بعض الأمور بطبيعتك وخصوصا من ناحية العاطفية لأنه أنا بعرف الجدي شوي عقلانيين مش عاطفيين أو عاطفيين ولكن ما بعرفوا يحبروا عن عواطفهم بشكل جيد عشان هيك بيعطي الطابع عليهم أنهم هذون جماعة جامدين عاطفيا خلص المخ هو اللي شغال فقط لا غير أنت شخص ما بتعرف المراوغة ولكن سريع الحكم عشان هيك بدك تخفف شوي من توترك الدائم وانظر للحياة بعين الرضا والتسليم عشان تقدر أنك تحقق إنجازاتك بشكل جيد على المستوى العاطفي برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا هنا الزهرة رح يكون موجودة مقابلك تماما في بيت الشراكة ولكن هنا ما رح نقول لك أنه والله بما أنها قبالك معنى طاقتك ضعيف لا بالعكس بما أنها موجودة في بيت الشراكة يعني أنت محط أنظار الآخرين ولا سيما الجنس الآخر فهذا الشيء ممكن يثير الطرف الآخر ويجعله شديد الغير عليك بشكل كبير كما أنه بتعمل بشكل جدي للتقرب من شريك العاطفي بهذه الفترة ممكن تتوصل لحل مشكلة عاطفية عالقة أو لتطوير علاقة للارتباط أو الزواج بهذه الفترة بتحس بقوة العاطفي في حياتك وبتسعى للهدوء والسلام على الرغم من بعض المواجهات استفيد من هذه الفترة في كل علاقات الشراكة العملية الحقيقية والزواج أيضا ممكن تعود عليك بالأرباح والفائدة على المستوى المالي وأيضا على المستوى الزواج برضو بتحسن كثير من الأمور من نفسيتك ولكن إذا حاولت فرض الرأي راح تخسر الشريك بوعدة فيهك يعني إذا عندنا ديت خلص انسى الموضوع كأني ما حكيت واشتب كل كلامي برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا الزهرة يعني راح ترجع للحركة الأمامية في البيت السادس اللي هو علاقة بالعمل وإلو علاقة بالصحة فعشان هيك راح تتحسن علاقاتك مع زملائك وخصوصا إذا كان فيها توتر بالفترة الماضية بتجد أنه بلشت ترجع الصداقة أو دعم الأصدقاء لإلك في مكان العمل مع زملاء العمل وممكن يحاولوا يساعدوك ويتقربوا منك بعيدة عن التوتر والجدال بالعكس ممكن يبادروا بمساعدتك بالعمل الكثير من المشكلات اللي كنت تعايش فيها بالأيام الماضية هي بطريقها للزوال يعني أعطيها خمس أيام بعدين ما تبلش تتفكبك بشكل جيد كون متفهم لظروف الآخرين وحاول ما تحملهم ضغوطك وأفكارك الخاصة أو الأحداث الخاصة اللي بتصير معاك تحملهم هم مسؤولية هذا الإشي قليل من المرونة ممكن تكون لها التأثير الواضح على علاقاتك العامة عليك الانتباه من الاضطرابات وخصوصا اضطرابات الهرمونية في هذه الفترة وحاول الانتباه لنوعية أكلك على الرغم من وجود الزهرة في بيت ما بيناسبك عاطفيا إلا أنك ممكن تحظى ببعض الأوقات الممتعة أو على علاقة ممكن تكون من زميل في مكان عملك برضو على المستوى الصحي كثير من اللي بيعانوا من مشاكل صحية ممكن يوصلوا لوجود علاج أو تشخيص جيد لأمورهم الصحية هيك بنكون انتهينا من أخبارنا الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء